طيب أنا من كل حكي قلته وأنا أحترم جداً الأهداف دي وقد يكون إن إحنا حققنا منها حتى ولو جزء لكن في النهاية كان هدف أساسي ليا في بطولة مجمعة زي دي بمشاركة منتخبات العربية إن أنا أحس إن في بوادر شخصية لمنتخب مصر ببتدت تظهر مع مدرب عالمي بقيمة كارلوس كيروش هل ده وصل لحضرتك؟ هل أنجزنا شيء في الحتة دي؟ هل بتجدت تحس إنه المنتخب بقى ليه شكل إنه أسلوب أو طريقة أو فكر مستر كارلوس كيروش في إدارة منتخب مصر وضحت لها معالم في مباريات البطولة العربية بعيداً عن اللقب وبعيداً عن المنافسة وبعيداً عن المصر ما نقدرش نقول إن إحنا وصلنا 100 مية وصلنا كامل مية طيب يعني أقول خمسين في المية خمسين في المية لسه لكن ما وصلناش لللي إحنا كنا عاوزينه وكنا ممكن نوصل في البطولة في البطولة كان ممكن إذا؟ إذا بعض الأخطاء مش بعض الأخطاء بعض عدم التقدير من الجهاز الفني في حاجات معينة يعني مثلاً لما بنو المدرب المدرب يعني هتقيسه إزاي هنقيسه بوضع الفرقة إنه يختار فرقة ويحطها وبعدين بيديها واجبات لخطة المباراة وبعدين هل هم بينفزوا ولا لا وبعدين تغييراتوا في المباراة نحكم على الحاجات دي تبينيها شخصية الفرقة كام من عشرة مستر كالوس كيروش يعني في الحاجات دي كلها هي دي خمسين في المية خمسين في المية ما هي هي اللي خلتني خمسين في المية أنا بتكلم مش كلام أنا مش هتحايز لأزرق والأحمر والأخضر والأهلي لأ ده منتخب مصر نحن نتكلم هنا من قناة الأهلي لكن نتكلم باسم مصر طبعا يعني قناة الأهلي بتكلم باسم مصر أكيد وأنا ما أتكلم من الخبرات التراكمية اللي الواحد حصل بها سواء في دراسات المدربين اللي كنا بندرس فيها المدرس كمحاضر المدربين كمرأف بطولات كثيرة وكاس عالم كل الخبرات دي كلها بتقولي هتحكم على الفرقة دي ازاي هحكم انه هو اختار الـ 11 لعيبة ديول ازاي ثم وظف الـ 11 لعيبة ازاي وبعدين بعد توظيف الـ 11 لعب بقدر أقول في الـ 11 لعب اللي وظفهم دول هل هم نجحوا ولا لا وبعدين هل هم نفسه أرى الفرقة التانية وعملها تغييراته أثناء المباراة كانت ايه حاجة بسيطة خالص هتبين لي تقولي ايه طب يعني ايه حط الـ 11 وهو وظفهم هو حط الـ 11 مثل منهم شريف مثل على سبيل المثال هي قصة شريف دي الوقت اللي موجودة منها عشان اللي قال طب انت حطوته نحت الشمال هو مر نحت الشمال ومر نحت اليمين يعني اذا انت لم تقوم بتوظيفه صح اذا ما هم متوظيفه صح انا بدي مثل للناس عشان اقرب الكلام اللي انا بقوله بقول هل اللي عيبة للحطة وشارة لنزلهم هو نزلهم واختارهم وقال هم دول الـ 11 حبدأ بيهم هل هو وظفهم صح فبنقول ما وظفهمش صح فبندي مثل لأحد اللي عبين انه هو ما تنظف صح لاني لعب في مكان غير مكانه انا مش بكلم اني شريف الناد الاهلي انا بدي مثل في طريق التوظيف اللي عبين في المركزهم طب خليني اقفل صفحة المنتخب سؤال مقسوم لجزئين جزء الاول ازاي شايف اختيارات الرجل المدير الفني كارلوس كيروش لعيبة مصر اللي هتشارك قايمة الاولية اللي هتشارك في بطولة امم افريقيا والجزء الثاني من وجهة نظر حيث ايه المطلوب من منتخب مصر في بطولة امم افريقيا الاهداف اللي مطلوبة انه ان احنا نحققها في البطولة الاهداف الاول اللي رأيك في القايمة يعني القايمة مش هنختلف كتير يمكن لعب او اثنين ودي وجهات نظر يعني دي مش هنقدر نقول فيها لكن طبعا دي وجهات نظر ولسه البطولة كمان في يناير وحتتلعبها لما تتلعبش الله هو اعلم وكده لكن ايه اللي احنا طلبين تتمنى انها تتعب ولم تتلعبشها كابتن فاتح لا يعني احنا اهم حاجة انها لا تتعارض مع كاس العالم اللي نجل ايه اللي شرك فيها ان شاء الله بإذنه خلاص دي ما دي جرانتت بقى يعني خلاص السيد احمد بجاهد قال لك اهل يلعب كامل وانت خمصة يلعب كامل وحايلعب كامل تشيلسي اصلا كان مفروض انه هو عنده مباراة حيلعبها ويجي على الصول على بطولة كأس العالم فالمباراة دي في بطولة كأس اوروبا اتأجلت مش اتأجلت يعني المجموعة خمسة في واحدة فيهم باي فهو الباي حيبقى في الاخر هو حيلعب الزبور العالمي مش حالب فيه ماتشات اللي هو كان حيلعب في المباراة فالمباراة بتاعته اتأخرت مثل من يوم 8 الى يوم 15 مثل يعني اتأخرت اسبوع فهم حيأخروا افتتاح البطولة بتاع كأس العالم لأسبوع كمان وبالتالي النادي الاهلي مش هتحرم من لعبته اللي احنا طمعين من كروش يوصل للنهاية في حصولهم موسيقى